قدر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بحفظ الله ورعايته قادر المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد زيارة شارك سموه خلالها نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته الخامسة الذي عقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود ملك المملكة العربية السعودية وفي قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تلبية لدعوة كريمة من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية وقد كان في وداع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لدى مغادرته مطار الملك خالد الدولي بالرياض معالي السيد عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وعدد من كبار المسؤولين